هنأ فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي ورجال القوات المسلحة الباسلة وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكر انتصارات العاشر من رمضان واكد شيخ الازهر ان العاشر من رمضان سيظل رمزا للتعبير عن العزة والكرامة والتضحية وما قدمه الابطال البواسل من جنود وضباط القوات المسلحة من تضحيات على مدار التاريخ كما ستظل هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مصري دليلا على بسالة قواتنا المسلحة التي سطرت في هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الارض واستعادة الكرامة كما شدد شيخ الازهر ان جيش مصر سيظل دائما درعها وحصنها المنيع الذي يبذل الغالي والنفيس لحماية كل شبر من ارض مصر